اشتركوا في القناة وشاركة مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية وذلك للسلام على جلالة الملك المفدة حيث أطلع جلالته على ما حققته هذه الفعاليات من نجاح وحضور وإقبال لافت عكس رؤية جلالته الحكيمة في التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة وأظهر الدورة الريادية لمملكة البحرين ومكانتها الحضارية والإنسانية وما اكتميز به على امتدار تاريخها من حرية الأديان والمذاهب والتعايش والتسامح بين مختلف مكوناتها بسم الله الرحمن الرحيم سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة أصحاب السمو والمعالي والسعادة ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحتفي اليوم بكل جهد سهم في إطلاق إعلان مملكة البحرين هذا الإعلان الذي تحاكي فيه كلماتكم يا صاحب الجلالة ألوان العالم وأطيافه بلغة المحبة والتسامح إعلان جاء يحمل شيم العروبة وغايات الإسلام يضع سدًا وردًا لكل مشكك في كون مملكة البحرين أرض الحوار وملتقى الثقافات وواحة السلام سيدي إنه لشرف كبير وثقة نعتز بها في جمعية هذه هي البحرين أن نجعل من رؤيتكم السديدة نبراسًا نستنير به في وضع أهدافنا وتنظيم فعالياتنا التي بدأت بجهود بسيطة وفي إطار محلي حتى بلغت اليوم بفضل توجيهاتكم الحكيمة بلغت إنجازات لا تقل في الأهمية عن المكتسبات التنموية والحضارية لمملكتنا الغالية والتي شهدت لها العديد من المنظمات والتقارير الدولية ذات المصداقية العالية يا صاحب الجلالة لقد تجلت نظرتكم الثاقبة في استشراف المستقبل الزاهر لأبناء الوطن والمنطقة حين جعلتم التعايش والتسامح منهجًا وفكرا وخصصتم كرسيًا أكاديميًا لدراسة هذه العلوم في إحدى أعرق الجامعات الأوروبية في روما وأصدرتم أمركم السامي بتجشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي وذلك على أرض مملكة البحرين وستستمر جهود المخلصين من أبنائكم نحو المزيد لتحقيق توقعات جلالتكم في أن تكون مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في العالم على جغرافيا الفكر والإنجاز سائلنا الله العلي القدير أن يحفظ جلالتكم قائداً وبانياً وراعياً لمسيرتنا الوطنية ولأهدافها الطموحة نحو المستقبل المشرق بإذن الله ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بخالص الشكر وعميق الامتنان والتقدير لكل الجهات الإعلامية التي لم تتوانى في تغطية فعالية إطلاق إعلان مملكة البحرين بلوس أنجلس فبدلت كل الجهد وقدمت جميل التعاون والتنسيق في نقل الحدث عبر قنواتهم المواقرة فلهم جزيل الشكر سيدي صاحب الجلالة هذه هي البحرين لكلها للبحرين فليتفضل سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة بإلقاء كلمته السامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا اللقاء بكم بعد المشاركة المتميزة والنتائج الطيبة التي حققتها فعالية هذه هي البحرين خلال زيارتكم الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية والمتمثلة في الإعلان عن تدشين مركز عالمي يحمل اسمنا للحوار بين الأديان والتعايش السلمي يقام بمملكة البحرين في الغريب العاجل بإذن الله وكذلك إطلاق إعلان مملكة البحرين كوثيقة عالمية لتعزيز الحرية الدينية شاكرين بهذه المناسب الأبن العزيز سمو الشيخ ناصر من حمداء الخليفة كممثل لنا في هذه الفعالية على طرحه القيم ومشاركته اللافتة التي ساهمت في توضيح موقف بلاده الراسخ تجاه حماية الحريات الدينية واحترام التعددية بتنوعها الفكري والثقافي والديني كوسيلة مثلاء للحفاظ على قصوصية ومكانة مملكة البحرين كموطن للمحبة والسلام معربين للجميع عن اعتزازنا بتوجهات وأهداف هذا المشروع العالمي بما يحمله من رسائل نبيلة تعتبر التسامح والتقارب الديني قيمة حضارية مثلاء لتحصين المجتمعات والحفاظ على مدنيتها وتحضرها وتجد في الحوار الوسيلة الآمنة لتحقيق التقارب الإنساني ومجسور التسامح والوئام بين الشعوب والوقوف في وجه قوة تطرف والإرهاب ولا يسعنا في الختام المجتمع على النجاح الباهر لفعالياتها الأخيرة ومقدرين لكم سعيكم المخلص لتثبيت موقع مملكة البحرين كمركز عالمي لاحتضان وإطلاق المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التقارب الحضاري بين أتباع الأديان ومختلف الثقافات الذي لا نرى له بديل للوصول إلى السلام والرخاء المنشود لنماء مجتمعاتنا الإنسانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة لسيدة بيتي ماثيسون الأمين العام لاتحاد الجالية الأجنبية في مملكة البحرين امتلاح مكتبا 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 وقالت في مجلس خطر المصدرين في المصدرين. يجب أن نتعلم هناك جميلة ومعهدنا لتنسبة لتعرفة ومعهدى ة جميلة ومعهدى مدرسة في اليوم الوحيدة الوحيدة ترجمة بسيقاتها بأنها ترجمة على المدرسة لتعرفة الوحيدة بإمكانك المعنى الوحيدة من الداياسة بجيب الوحيدة من رجل ومعهدى لمن سؤال الولوجة بعض localية الدولية والقمواطنية الكثير من مجتمع أغفرة لما يضاياون الحساب بالمجتمع بحرين لتعجيراتهم، الممجتمع بحرين المت Berحرين التحدد أجهزة المهتمة وهكذا الممجتمع بحرين أن يجب أن تكون وهذا بين مجتمع بحرين ديالو فيقول حددا المجتمع بحرين والمتقمع بحرين مجتمع بحرين التعجيرات المترجمية التي اكتبتها بمجتمع بحرين وانتصر الشبخ ايضاً إذا ما بينر WASعي It was a global game changer wolvesiveıyla defות terrorism which has resulted in well-deserved recognition for Her Majesty's many achievements, reforms and aspirations Her Majesty The Kingdom of Bahrain Declaration in conjunction with the King Hamid Global Centre and the King Hamid Chair are precious gifts not just for Bahrain but for all of humanity to be treasured not just for today but for our future generations to come إنه لحظة جميع شراء لمدة مقهومة لأدفنه في هذا الدين تتطلب موضوع فإن أدفع هذا التاليين لك دعطيه رحيتي رحيتي الرحيتي أرجاء الرحيم لحظة المدينة الأرض لحظة هذه النجوة رحيتي الرحيتي الرحيتي ومن فرسي uma الأمام بوحر المدينة عليه وسائل سلام بن حمد fin has personally been the strongest supporter of the Kingdom of Bahrain Declaration the King Hamid Global Center and the King Hamid Chair and His Royal Highness has afforded us every assistance in our humble endeavors and we offer our deepest gratitude to His Royal Highness I would like to say thank you also to His Highness Shaykh Nasser bin Hamid al-Khalifa whose support has been with us from the beginning. And we were proud and honored by His Royal Highness' presence at This Is Bahrain in Rome for the official launch of the King Hamid Chair and as Your Majesty's personal representative in Los Angeles for the international launch of the Kingdom of Bahrain Declaration and the King Hamid Global Center for Peaceful Coexistence. Your Majesty, His Highness won so many hearts. Your Majesty, we are most grateful for the active participation of several of Your Majesty's ministers that enabled us to showcase the incredible benefits provided to Bahrainis and expatriates alike here in the Kingdom of Bahrain. Rabbi Marvin Heyer and the Simon Wiesenthal Center are to be thanked and congratulated for their valuable support and assistance in Los Angeles. Their contribution to the success of the event was truly excellent. I also express my gratitude to the Reverend Johnny Moore for his excellent support and contribution towards the development of the Kingdom of Bahrain Declaration. Thank you also to His Excellency, Sheikh Abdullah bin Rashid Al Khalifa, the Kingdom of Bahrain's ambassador to Washington and his embassy staff who have been very supportive. I would like to take this opportunity to thank His Excellency, Mr. Badr Nasser Al-Kharafi, Vice Chairman and Chief Executive Officer of Zayn Group Kuwait for his outstanding support for the Kingdom of Bahrain Declaration in Los Angeles. Your Majesty has always impressed upon us the importance of the one-family spirit in Bahrain, and our This Is Bahrain organizing team are deserving of a very special mention. Your Majesty, our This Is Bahrain team are a family, a family of Bahrainis and expatriates from Manama, Maharak, Rafa, and Citra. And as such, they are a true reflection of This Is Bahrain. Our organizing team are volunteers from very different backgrounds and faiths, but we are united in our goals and in our love for our king and country and our passion to share with the world the humble Bahraini way of life. I cannot find the words to thank all of them for their incredible contributions as they work around the clock to take Your Majesty's vision to the world as we strive to be mirrors of the true face of life in our beloved kingdom. The This Is Bahrain organizing team and our family of dedicated delegates are true ambassadors, and I thank each and every one of them from the bottom of my heart. Your Majesty, the Kingdom of Bahrain declaration opens with Your Majesty's words, Ignorance is the enemy of peace, and closes with Your Majesty's words, Faith illuminates our path to peace. Your Majesty's words are what inspired the creation of This Is Bahrain, and we are proud and overjoyed that these very same words are now inspiring religious leaders, academics, presidents, students, and men and women from all over the world to live in peaceful coexistence in the spirit of mutual respect and love. Your Majesty, this is the Bahraini way. This is Bahrain, Your Majesty. This is Bahrain, Your Majesty. ثم تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المفدى أيده الله. موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة